اشتركوا في القناة الماية سقعة والحاجات دي بس احنا عايزين نغير لكم المفهوم ده خالص مش لازم تروحي بيوتي سنتر وتعملي مسكات تنظيف وحاجات للبشرة بسعر اوبر قوي احنا ممكن هنقول لكم على حاجات تعملوها في البيت تحافظوا بيها على بشرتكم كمان البنات اللي بتمزل الجامعة الصبح او الشغل فيه بعد بنات بنشوفهم بيبقوا حاطين ميكاب صارخ قوي يعني ميكاب مش لايق مع الوقت اللي انت بتبقي نازلة فيه فاحنا النهاردة لأول مرة هنعمل ميكاب صباحي للبنات اللي لسه بتبتدي تتعلم ميكاب واللي بينزلوا الجامعة الصبح وكمان اللي بيروحوا الشغل يعني هتبقى حلقة مختلفة ان احنا مش هنعمل ميكاب صهرة كمان هنقول شوية نصايح لستات البيوت وحاجات بقى أقل التكاليف علشان كده احنا النهاردة منورنا في الستوديو صمر النجار خبير التجميل ومدير التنسيذي لأكاديمية خطوة قدام ازاي كسامة؟ تمنورونا البنات النهاردة طبعا هيتابعونا علشان أول حاجة في موسم الشيطة طبعا انت عارفة البشرة بتبقى جفة حتى لو بشرتك دهونية بيبقى فيها أشور من تحت العين شوية من منطقة الأنف الحاجات دي فاحنا عايزين نتكلم أول حاجة ازاي اعتني ببشرتي في البيت أولا انا ممكن اعتني ببشرتي في البيت بروتين يومي ديلي كل يوم اعمله مش لازم ان انا اروح بيوتي سنتر او اروح مكان مخصص للعناية بالبشرة ممكن لأي سيدة في البيت في حاجات في البيت ممكن اعملها كل يوم من الحاجات الطبيعية اللي انا باستخدمها في البيت طبعا فيه غلطة كبيرة جدا كلنا بنعملها ان احنا بنغسل وشنا بالصابون طبعا دي كارسة الصابون بيدمر البشرة طيب انا ممكن اعمل ايه فيه انا بصي عايزك تقولي للبنات اول مصحب من النوم الصبح ابتدي بقى اخسل وشي ازاي وايه الخطوات الصحيحة اللي احنا نتبعها كل يوم طبعا فيه غسول وفيه حاجات طبعا بتبتدي مثلا من 30 جنيه ل500 جنيه اكيد كل واحد على حسب مقدرته طيب بجيب غسول طبعا فيه انواع للبشرة الدهنية للبشرة الجافة للبشرة المختلطة اجيب الغسول اللي يناسب بشرتي ده اول حاجة بعملها كل يوم انها انا اعمل بالغسول حتى انا يعني لو عندي بنتي عندها 11-12 سنة صغيرة انا بخليهم يستخدموا الغسول ده يتعودوا ان هما يستخدموا يعني الاطفال من سن صغير مثلا لو 10-9 سنين يستخدموا الغسول من اول كم سنة بالزبط؟ سيف ممكن من 10 سنين سيف جدا ان هما يستخدموا الغسول ده بس المهم ان انا بقى مختارة يعني مش اخلي بنتي تغسل بالغسول وهي بشرتها دهنية وانا جايبالي البشرة الجافة لازم ان اختار صح فاخد اول حاجة استخدمها ان انا استخدم الغسول بعد كده طبعا وشي لازم ان انا اول حاجة اعملها احط له كريم كل يوم كريم يومي الكريم ده ممكن استخدمه 4-5 مرات يعني كل ما افتكر طبعا احط كريم لان الكريم ده انا وشي زي ما بتغزة وشي محتاجي تغزة ومش بس اناب البشرة كمان اناب ايدي و اناب رجلي ما هو ده برضو بشرة في ناس بتهتم ببشرتها بس بالوش بس لكن بينسوا مثلا الايد الرجل بالزبط يعني انا اول حاجة بقولها طيب انا وانا دخل اخسل مواعين طبيعي كل يوم يعني ياريت كلنا نحافظ ان احنا نلبس جوانتي يعني انا لما ادخل اخسل مواعين لازم نلبس جوانتي لان المساحية ده بتدمر البشرة استخدم كريم ليل يعني برضو لبشريتي بدأت انا الاول عشان ما انتهش انا بدأت بالغسول بعد كده بالكريم ياريت فيه مية وارد بس بشوية وارد مستيضلية خالص لانها غلط مية الورد اللي من البينك والالوان دي دي غلط على البشرة انا استخدم مية الورد اللي من عند العطار اللي هي الشفافة احطها في اوليب تلج احطها في الفريزر وممكن خمس ست مرات اخد مية الورد والتلج ده عادي في الشتاء عادي تحملي يعني ده هو ثانية بس امررها على بشريتي طبعا الفكرة دي بتبقى جميلة جدا لما احضر بشريتي للميكوب كاني بقفل مسام بشريتي يعني قبل الميكوب ان احنا ممكن نجيب مكعب مية الورد الورد بس بالظبط اه واقفل المسام بشريتي طيب الحاجة التانية اللي انا المفهود اعملها طبعا قلت كريم الليل لازم احطه جنب الكومود احطه قبل منام على بشريتي فيه سكراب لازم يتعامل في البيت بس طبعا السكراب ده مش ديلي مش كل يوم السكراب ده بتعمل مرتين في الاسبوع ممكن من الحاجات الطبيعية لفي البيت زي ايه مستهلا بقى احنا عايزين نعرف زي ايه طبيعي ان انا بنزل كل يوم او بنزل اي وقت بشريتي المسام المفتوحة في البشرة دي للأسف بتتملي تراب وطبعا فيه ناس ما بتهتمش انها تحط صنبلوك طبعا برضو ده غلط جدا هو الصنبلوك مهم اللي احنا نخرج به الصبح جدا للأسف فيه بنات تنزل الصبح حتى فوندشن طبعا تفاعل فوندشن مع البشرة ده كرسة وعالما ده بيعمل بقع تلاقي فيه حد والشاهة بقى فيه بقع غمقه بقع بني ده كله لان الفوندشن بيتفاعل مع البشرة فبيعمل لي البقع دي فالافضل طبعا ان انا الصبح وانا نازلة جيب صنبلوك وزي ما قلت وفيه الغالي وفيه الرخيص فانا اخطر اللي يناسبني بس اعمل السكراب ده طبعا مرتين مع حمام بخار في البيت ده هيفدني جدا طيب تديل كل البشرات يعني مثلا للدهنية والعادية والجفة بتنفع كل البشرات طبعا فيه حاجات تانية زي الترمس الناس بتجيبه اللي هو الترمس المطحون فيه زي النشا بس انا شايفة ان هو ده مع الاستخدام ده افضل حاجة مرتين في الاسبوع مع حمام البخار مع روتين اليومي ده كده للحاجات اليومية الخطوات اليومية اللي احنا نعملها كل يوم كل يوم والسكراب مرتين بس في الاسبوع طيب دلوقتي فيه بقى بنات بتعاني من الهالات الاستامرة تحت العين مكان البقع مكان الحبوب دي بيبقى ليها حل ولا هي خلاص دا؟ اكيد اكيد ليها حل طبعا اول حاجة اكشف اشوف انا عندي انمية ولا ما عنديش لان انا لو عندي انمية هيفضل تحت عيني فيه هالات سودا مهما حطيت حاجات تجميلية فانا بغفي مؤقت لكن ما بعالكش السبب فانا لازم مبدئين كده اشوف انا عندي انمية ولا لا لو ما عنديش انمية لازم اظبط نومي ماينفعش انامي الفجر واصح العص واقول عندي هالات سودا طبعا ماينفعش فيه ناس بتخرج بالميكاب وترجع ما بتمسحش الميكاب بتنم بيه بتنم بيه طبعا ده كارسة ايوه برضو عايز اعرف يعني ازاي بقى لما بعد يوم طويل حطيت ميكاب وعايز اروح البيت اشيل كل ده مايبقاش فيه بقايا منه على وشي برضو يتشاق الطريقة الصحيحة ان انا اشيل الميكاب من على وشي اول حاجة مش لازم ان انا اجيب ميكاب روموفر فيه ناس تقولك لا ده ليه اجيب ميكاب روموفر غالي طبعا عشان اجيب ميكاب روموفر غالي فيه وايبس وحاجات كده منتشرة في السوق بلاش منها لانها بتأزي البشرة اجيب ميكاب روموفر غالي طب لو انا مش معايا اجيب ميكاب روموفر غالي البديل بتاعه فيه كريمات وفيه زيت جونسون بتاع الاطفال ممكن بقطنا وبيشلي كله اثار الميكاب اسهل مليون مرة من اي حاجة بعد كده باخسل وشي بالمية عادي قبل غسول باجي قبل ما نم بالليل فيه يعني المفروض ان المنطقة اللي تحت العين دي نسبة فرق بينها وبين الجلد البشرة عموما 20% فحتى انا ماينفاش يعني فيه حاجات احطها البشرة احطها على العناية فالكريمات اللي بتتحط فيه ناس تقول ايه ده كريم للبشرة اه بس مش هو العيني ماينفاش حطه تحت عيني طب اعمل ايه فيه كريمات بس انا مش عايز اقول الاسم عشان معاملش اعلان فيه كريمات معينة بتتحط تحت العيني الهالات ولو مش عايز اجيب اي حاجة اجيب حاجة بسيطة جدا عندها اعطار ابقى واسقى في حاجته زيت اللوز الحلو كل يوم بالليل قبل ما نام بقوطنا امسح حوالين عيني بس طبعا محدش يستنى يعني بعد يوم او اتنين طبعا الحاجات دي بتبقى عايزة على المدى يعني بعد شهر ونص مسلا هبتتجى لاقي او هبتجى لاقي فرق برضو لو ما عندهاش انيميا او ما عندهاش اي حاجة عاملالها السودة او الهالات التحتانية تمام يعني الميكب ممكن يساعد مثلا لو الماتيريال اللي احنا جايبينها رخيصة هي دي اللي بتساعد ان فيه حبوب تطلع في البشرة؟ عايزة اقول لحضرتك على حاجة يعني اتمنى ان محدش لو مش هشتري ميكب كواسي بقى محطش ميكب يعني ده اكتر ضرر للبشرة المواد والحاجات اللي انا بشوفها في السوق دلوقتي حاجات كلها كوبي حاجات كلها ضرر بالبشرة ده طبعا بيعمل سواد وبيعمل حبوب وبيعمل اشور وبيعمل لي كوارث وفيه بشرة اصلا بتبقى سنسة تبقى حساسة جدا يعني احط عليها الحاجة لا احبوب افضل انا عالج في بشرتي شهور بعد كده فالمفروض طبعا ان انا لا احافظ جدا يعني البشرة دي بعد كده البنات حتى انا بقول نبتدي نهتم ببشرتنا من بدري ما استناش لما اكبر وبعد انا اقول عايز اهتم ببشرتي وادخل في قصة تاني بقى فيلر بوتكس والحاجات هندخل فيلم كبير في فيلم كبير قوي بناش منه احنا طبعا لو اتكلمنا عن طرق العناية بالبشرة وازاي حافظ على بشرتي هتاخد وقت كبير جدا واحنا لسه معنا الحلقة طويلة بس قبل ما ندخل في الفيلم والحوار الكبير ده كله عايز اعرف اكاديمية خطوة لقدام انت المدير التنفيذي لأكاديمية خطوة لقدام ايه الفكرة بتاعت الاكاديمية الفكرة بتاعت الاكاديمية فكرة احنا يعني فكرة جميلة جدا بنقول لأي سيدة خطوة لقدام في حياتك انا بحب بقى الخطوات للامام فانا هسيب بقى دي ونتكلم خدي خطوة لقدام في حياتك امتهني مهنة حرة انت بتحبيها ساعات بدخل مجال انا مش حباه طب ليه مجال التجميل معظم السيدات بتحبوا فانا عندي في اكاديمية خطوة لقدام عندي أكريلك عندي مايكرو بليدينج عندي كوافير عندي ميكوب طبعا أرخص أسعار في مصر صدقيني يعني فيه ناس بتجيلي بيقولولي إحنا رحنا كورسز فيها الكورس بخمس تلاف جنيه أنا أستفدنش بفندتي أرقام خزعبلية حقيقي حرام يعني بجد الأرقام دي برضو حرام كل الأرقام دي كتير إحنا بندهم خبرتنا وبنعلمهم بيخرجوا يعني أنا عايزك يتقري الكومنتس اللي على صفحة الأكاديمية أنا تبعت ودخلت فعلا شفتها أه الناس كلها الحمد لله بتشكر فينا فإحنا عندنا الكورسات دي بأسعار يعني الميكوب 900 جنيه مايكرو بليدينج 900 جنيه بس بس بانت عشان تروحي تعملي ميكوب مثلا يوم الفرح عند حد بالزبط باربعة وخمسة بالزبط كده الميكرو بليدينج ب122 جنيه الكوافير ب900 الأكريليك ب122 جنيه طبعا أسعار فعلا الناس لما بتيجي وطبعا يعني الناس لما بتيجي بتبعي مش مصدقة إن إحنا خدنا واكتسبنا الخبرة دي وبالأسعار دي أنت بتقولي أسعار دلوقتي هي أسعار حلوة جدا وما حدش من يعني ما فيش أي حد من المشاهدين لو عايز يقدم طبعا في الكورسات دي أكيد مش هتقولوا بقى أن السعر غالي ومش غالي بس هي الأسعار أصلا العادية كويسة وأي حد ممكن يتشرف 900 جنيه يروح يتعلم حاجة ممكن بعد كده تفيده إن انت تبقي ميكوب أرستي كويسة قدام بس صمرة عاملة معنا مفاجئة النهاردة اللي هيحجز أول خمسة يحلزه طبع برنامج أخرى الأوقات هنعمل لهم خصم على الباكتج بالضبط كده صح طبعا أكيد بس عايز أقول على حاجة دايماً أقولها مش معنا إن أنا جيت خدت كورس إن أنا هخرج هشتغل تاني يوم أيوة دي اللي أنا عايز أعرفه منك بقى يعني كيه حاجة تانية هما خطوة تانية يعملوها علشان بقى خلاص يبقوا هما كده بعد الكورس بيرفكت لازم أبتدي أشتغل بقى عادي أعمل زي الطالب بتاع السنوية العامة اللي رايح جاي طول السنة على الدروس وفي الآخر لما يجيب مجموعه وحش يقول طم أنا كنت بذاكر وباخد دروس طيب أوكي إنتي خدتي الكورس وخدتي الشهادة وقعدت في البيت أعملتي إيه؟ طبعا الفيديوز اللي على يوتيوب حتى صدقيني لو ودا كورس ب10.000 جنيه طيب لازم تتفرج على فيديوز كتير جداً أجانب وعندنا ناس مصريين ده بجانب الكورس أشتغل على نفسي على البنات اللي في العيلة على صحابي أبتدي أدرب إيدي لأن التكنيك بتاع اللي بييجي ما بيجيش فجأة كده مش هاخد كورس في سبعة أيام واطلع أقول أنا بروفشنال لأ طبعا ده مش صحي لازم تعود إيدينا زي وزي إيه مشروع أنا بكبر فيه فبكبر المشروع ده إزاي؟ بإن أنا بتدرب كتير بإن أنا بكبر مشروعي مش بقف عند أول نقطة وخلاص أقول أنا كده خلاص أنا بروفشنال طبعا عايزة أسألت على حاجة هو الكورس بتاع الميكاب اللي أنتو بتدوه في الأكاديمية ده بيبقى ميكاب شخصي بس ولا بيبقى بيتعلموا فيه كل حاجة الميكاب بتاع الأفراح والسوري ده خالص هو طبعا شامل كله شامل كل حاجة برايد وسموكي آه طبعا وكل حاجة ويعني لكات ممكن تدخل بيها مهرجانات كمان شامل كل حاجة فبيبقى السبعة أيام لأ طبعا كافي جدا طبعا بيتدربوا عملي يعني هي في تدريب داخل الأكاديمية هي بتتدرب بأيديها عشان أنا يعني أنا مش بخرج حد ولا بديله شهادة مش عارف حتى يمسك فرشة طبعا أنت هتخرج مهودة سومتي أنت لما تخرج ده سومة الأكاديمية طبعا بعد لها فور فري مش بعد لها طبعا بفلوس بتعملوا حاجة زي مثلا زي امتحان كده أو حاجة بسيطة بعد ما تخلصوا السبعة أيام أكيد أنا مش بسلمها الشهادة خالص غير لما بتكتاس لامتحان نظري وعملي لأن أنا لازم في الأول بدي حسطين نظري يعني حتى ناس لما جم كانوا خدوا كرسطات في أماكن تانية اتبسطوا جدا بموضوع النظري لأن النظري مهم يعني لما ذاكر النظري هفهم العمل اللي هيفوته النظري ومش يركز فيه مش هيفهم حاجة في العمل لأن حتى المستلحات تغيرت عن زمان في حاجات كتير ومسلا الكنتور والحاجات دي كلها يعني مش كل البنات عارفة يعني إيه كنتور وعرفة يعني إيه أي شادو وآي لينر وفعب جدا أني انت تعلمي حد يعرف يرسم آي لينر برده أنا حتى فيه ناس تجي لي تقول لي يا ميس يعني إيه فونديشن أو لا ما هو دا لكم يقول لها الكريم يعني إيه كريم أساسي أقول لهم هو الفونديشن يعني على حاجة هو فيه ناس طبعا كتير ويعني فيه بقى الغريبة عندي معظمهم كوافير يعني حد صاحبة كوافير أو بيوتي سنتر بتيجي لأن دلوقتي الناس كلها عايزة ميكاب أرتست فتقولك أنا عاوز أخذ الشهادة وفعا عشان الناس ما تروحش لميكاب أرتست وعشان تطور من نفسها عشان طبعا تطور من نفسها طيب إحنا النهاردة زي ما قلنا في البداية إن إحنا هنعمل لوق للبنات اللي لسه مبتدئة ولوق يعني صباحي لوق بسيط كده كل البنات تعرف تعمله مع إنا أنا مش بفضل يعني يعني أنا عايزة أقولك بجد أنا دايما بقولي لنزل الجامعة دي المفروض تنزل سيمبل مش المفروض أن أنا أنزل يعني أنا حتى الصبح وأنا نزل شغلي ممكن محطش حاجة خالص بس أنت عارفة طبعا في بنات بيبقى فيه مكان الحبوب طبعا أه أثار الحبوب وعن الميكاب بيزود الحبوب بس يات تبقى عايزة داري عايزة داري طبعا عايزة داري عايزة عريس ما بيجابش عريس لا يعني إحنا بنشوف الشباب كتير بتفضل تتريق بقى على البنات اللي بتروح يوم الفرح يوم الفرح بتتغير خالص يعني فيه حاجات كثيرة طبعا تتريق ويفضل يوم خمس تلاف جنيه ده تشتيب شقة وإنتوا هتمحروا هتحطوا مع بعضهم لا عايزة أقولك بجد هي لأن الماتيريا الغالية فالأسعار غالية بالطريقة دي لكن أنا مثلا مش من أنصار الناس أن أنا أغير الشكل خالص لا هو المفروض أن أنا بخبي الجفوهات بخفيها خالص بيبقى برضو وفي حاجات الصبحي طبعا بتبقى لايت بحطها لكن أنا عمتا مع عروسة مع أي حد بحب أزهر بس جمالها بتبرزي بس طبعا مش اللي هو زي أبرز جمالها مش إن أنا لازم تطلع بيضة يعني فيه ناس في دماغها دي عروسة لازم تطلع بيضة طب إفردي هي صمرة بصي بياديني 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 طب بياديني وإنتي أصلا صمرة أصلا الدنيا هتتضم بصي بتبقى جايبالك صورة مثلا بصي بقولك إيه بقى يا صمرة أنا عايزة أطلع شبه دي لو سمعت بالزبط كده عايزة أقولك فيه حد ميكاب أرتست عملت العروسة العروسة دي كانت صمرة جدا عملتها طلعتها بيضة جدا وهي في صورة هي حط قديها كده فرق الفيس فرق لون آه فرق لون طبعا للناس يعني الترياءة جوزة هنزل بوسته الفيس بيقولهم أنا جد آه حرام أنا مراتي كمان أما لسه بيقولولي دلوقتي هو تا أول يوم وثاني يوم بتغسل وشها فخلاص كل حاجة تبال وحتى دلوقتي لو مش الميكاب دلوقتي ما يكرب لديك والآي لاشز والحاجات دي الحاجات بقى اللي بقت تتعلم والآي لينر سابت هلأ هتتغفل هتتغفل الله يكون في عمكم فرح مش هتعرف الحقيقة اه مش هتعرف الحقيقة لا بعد فترة بعد الولاد بقى بعد ما يكون عندها ولاد هيعرف الحقيقة خلاص لا ما فر لا ما فر لا ما فر فعلا اه تمام احنا هنطلع فاصل اه ونرجع بقى نعمل مع الموديل الجميلة اللي هتبقى معانا بعد الفاصل اللوك البسيط بتاعنا اه وعايز افكركم اللي هيحب ياخد كورس مع صمر الارقام ظهروا معانا على الشاشة يبتسوا ويحجزوا وعايز افكركم ان اول خمسة بس تبع برنامج احلى الاوقات هياخدوا خاص على الكورس نطلع فاصل نرجع تاني شاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وهنكمل كلام عن الميكوب والعناية بالبشرة وعن اكاديمية خطوة القدام وعن الناس اليوم فرحة بيبقى بشكل وتاني يوم بتحاول لشكل تاني الموديل بتاعتنا طبعا الامر دخلت معانا هنعمل عليها لوق بسيط جدا بس احنا اتكلمنا قبل الفاصل عن المواقف اللي بتحصل يوم الفرح وعن البنت مثلا اللي بتيجي تقول للميكوب ارتست انا عايزة ابقى شكل الصورة دي بالزبط فطلعيني زيها فتحصل بقى مواقف اكيد مضحكة وحاجات زي كده فعايزة افكركم ان احنا لسه معانا صامر النجار ميكوب ارتست والمدير التنفيذي لأجادمية خطوة القدام زيك يا صامر اهلا جايل صامر عايزة استقالك بقى على حاجة بخصوص المواقف اللي بتحصل يوم الفرح والحاجات المضحكة دي ايه اكتر مواقف حصل لك وانت لسه فكرة ووقتلك ضحك بس ده هو مش قتاني دي احكي هو قتاني كنت عاوزة عايزة لا والله والغاية دلوقتي انا لما بحكي لأي حد يقولي انتي ازاي اتحملت الموقف ده ايه اللي حصل كان فيه عروسة واوكي ماتفق معايا مثلا قبلها باسبوعين وثلاثة وخلاص ماتفقين مع بعض العروسة دي منحظها انها عملت حدثة قبل الفرح بتلاثة يال وبجد موقف صعب جدا طبعا روحت لها لقيت وشها كله كدمات فيه ازرق واغدروا يعني مش هذلك الوشها اه وعملت حاجة في وشها كارسة عملت تأشير لوشها طبعا ده كثير بيعملوا ده غلط انا دايما ما بنصحش بكده هتعملي تأشير لوشي كيبقى قبل الفرح مثلا ساي باسبوع او اكتر لان ساعات الوشي ما بيقبلش التأشير وبيتضمر هي كمان عاملة تأشير لوشها قبل الفرح بيوم اه قلت لها طبعا اي سؤال انا دايما نسأله انتي هتركبي لينسز تقولي مثلا اوكي طب ركبيها تبع عينك مش حساسة تبقي متعودة عاللينسز لازم اعمل تست الاول علي لازم اعمل تست الاول لعيني ان اوكي انا ممكن اتقبل اللينسز لان في عيون كتير ما بتتقبلهاش اه رحت وقلتلي مش هقلتلي لا انا مش هركب لينسز اصلا مش بقدر مش بتحملها قلت لها اوكي بدأت عامل ميكوب واخفي العيوب دي كلها اه خد مني الميكوب اكتر من ساعتين لان طبعا انا دايما انت الميكوب لما بتعمل لأي عروس عادي في العادي بياخد منك وقت قديم ساعة ساعة وربع لكن هي دي بقى اخد ساعتين لان طبعا حتطلها طبقات كتير جدا عشان اخفي العيوب وكان عندها وحمة قصة فقعدت كتير جدا ان انا اخفلها اه بعد ما خلصنا وهي كان عندها معادل انا كانت مسافرة الجزء بعد ما خلصتنا صاحبتها وابنت خليتها حد كده جايب لها لنسز عشان تحطه ايه دا انتي مش لفت لنسز ليه يا بي انتي لبسي الشكل لازم يكمل لبسي لنسز فجابت لها لنسز اصحتها قلت لها بلاش انك هتدم قالت لي لا لا عيني مش حساسة خالص اه لبست اللنسز بعد ما لبت اللنسز هي غمضت وفتحت لقيت عينيها هي بتصرخ عينيها اللنسز فيها عبارة عن رمل فعينيها الاثنين فانا انا بيصلها انا عاوز عايته مصدومة لان طبعا اكتر حاجة يعني تتعب الميكاب ارتست الدموع هتباوز كل اللي انتي عملتين هتباوز كل حاجة وبعدين انا مش حطة طبقة ولا اثنين حطة عشر طبقات عشان تدالي طبعا قدماتكم طبعا دموع وهي يعني بتعايت من عينيها اللي فيها اللنسز بالطريقة دي وللأسف فيه ناس كتير بتشتري اللنسز رخيصة جدا فدخلت غسلت وشها لكن انت تخيالي انا عاملة ايه عاياتي يا طبقات اعادي عاياتي جنبها عايز اقول لها لا خلاص تتجوزيش النهاردة اجلي الفرح خلاص بقا تعملي اي حاجة طبعا البنت صابت عليها جدا في ميكاب ارتست صحابي قالوا لي كان المفوت تمشي وتسبيها انت صارفتي بقا معها ازاي انا صابت عليها بجد يعني وقلت لها اوكي بس انا طبعا مش هقدر اشتغل الساعتين اللي انها عندها معاد صفر فانا مش هقدر اعمل ساعتين تاني شو طبعا حاولت على قد ما اقدر بس عايز اقول لك يعني ربنا وفقنا وطلع اللوك سيمبل جدا جدا وعجبها والحد النهاردة بتقولي انا مش هنسل اللي انت عملتيه معاي طبعا من غير لينسز وابتلبسي لينسز وانا مش هنسل الموقف اللي انت عملتيه معاي لأ بجد داي خليني اقول يعني دايما في بنات حتى وهي رايحة الفرح تروح تشتري فيه لينسز كده من غير يعني ماذكر اسم لينسز رخيصة جدا تروح تجيبها عشان اروح بيها الفرح طب انت بتدماري يعني فيه ناس توسط انها بتدمر القرانية بتعمل حساسية في عانيها طب انا المفروض اعمل ايه المفروض اجيب اللينسز على اقل اولها بتانية واربعين ساعة لينسز موسوق فيها ولينسز كويسة اجيبها احطها في المحلول تمانية واربعين ساعة وبعدين احطها في عيني يعني حساسة فيه انواع قطرة كتير في السيداليات بحطها بتعمل زي بنج للقناة دمعية فهي برضو في اي سيدالية بتحطيها قبل اللينسز تحطي اللينسز جرابي مش تحطي اللينسز لان طبعا فيه ناس تقولك ايه طب ما هي في محلول طب ما هو المحلول ده جاست بس ان هو بيحفظ اللينسز دي مادة حافظة مش عشان انت تحطيه تغديه اللينسز وتحطيها فعلي لازم تسمها الاول تمانية واربعين ساعة اربعة وعشرين ساعة بعدين تحطها فعليها بس فيه فعلا بنات بيقولوا الميكب بيظهر اكتر لما بتبقى انفتحة لون عينك يعني بتحطي اللينسز مثلا فاتح هل ده بيبقى صح؟ مش مع كل انت بتحبي الحاجات دي ولا عادي لا انا مش مع كل فيه ناس بيبقى لون عينيها لايق سبحان الله يعني ربنا خلقنا بلون عينينا ده فلايق معايا لون عيني ده مش محتاجة ان انا غير لون عيني بس هي فيه ناس تقولك لأصل يا نفسي يعني زرق خضرة خلاص اوكي براحتك بس انا بديها رأيي يعني ساعات بعد ما تحط اللينسز اقولها على فكرة انا كلا اول احلى تقولي اوكي وتاخد برأيي فيه ناس تقولك لأ انا انا عارض تحط اللينسز طب المودل معنا حطها لينسز ولا حتى لا لا هي امورة طبيعي ميرا عايزة اقولك هي مودل جميلة هي اصلا واخدى معايا كورس طب احنا نبتدي بقى نعمل معاها ميكب اوكي وندردش معاك بقى شوية يعني انت خدتي كورس في الاكاديمية صح؟ طيب يعني الاكاديمية هناك جواها عاملت ازاي مصر؟ بجد استفدت منه جدا ام قمت معايا ستيب بار ستيب كده خطوة خطوة ومسا بتناش في حاجة بتعرفي بتعرفي تعملي ميكب دلوقتي زي زي صامر وكده؟ او اكيد طبعا انا كنتش بعرفة ازبوطها حتى في نفتي عرفت عاملها ووريتها لها امم بقيت ابعتها لها ووريلها هنا عملت شغل كده ووريتك دلوق كده وقربت بزيج كده وكانت جوا حلوة يعني وصبحت الدنيا صامر كل الناس بتشكر فيكو وشكل انا تمان هاجي اخد كورس ايوا صح طبعا اول حاجة انا هحط لها فوندشن على وشها البيوتي بلندر لازم تكون مبلولة ومعصورة كويس جدا ماينفعش استخدم البيوتي بلندر وهي ناشفة طيب في حاجة كمان طبعا انا بعمل ميكب جامع مع اني انا مش بفضل ومش مع ان حد ينزل بميكب بدايل كتير ممكن اجيب فوندشن اللي هو البي بي هحط فوندشن يبقى لازم قابلها بامرة طبع كويس ابقى حتى سان بلوك وبعدين احط الفوندشن بتاعي طب الفوندشن بتاعي اجيبه على لون ايه؟ طبعا على بيج ماجيبش خالص على الالوان اللي بشوفها الالوان الفتحة الفتحة الابيض اللي الناس بتحطو ماعرفش ميرا شكلها بتحطو تضحك ماجيبش ابدا الابيض او الالوان اللي على بينكات فيه طبعا فوندشن على بينك انت اول حاجة بتحطيها دلوقتي بعد الترتيب بتحطي الفوندشن؟ بالزبط كتا بعد الفوندشن بحط بعد الترتيب بحط فوندشن بطريق الطبطبة بصي دايما اقول في الميكب حتى لأي حد على الفكرة فيه ناس بتيك تاخد الكورس بيبقى ميكب شخصي عايزة تروح الفرح بس عارفة تحط لنفسها ازاي؟ فاول حاجة بقلها اختاري الملاكية ya اما لون بشرتك اما افتح درجة عايزة تغمائي درجته غمائ لكن متجيبش افتح درجتين بعكس الكونسيلر يعني يا هند لما أجي اختار كونسيلر هاختروا ازاي؟ هاخترو افتح درجتين من الفوندشن؟ من البشرتين الكونسيلر لكن التركن لفوندشن يختاره افتح او اغمق درجة من بشرتين طبعا رقبتي ما نساش ان انا احط على رقبتي ما يبقاش وشي لون ورقبتي لون تاني خالص ابتدي اوزع بعضين بحط يعني لايت كوفر مش بحط كوفر عالي بحط لايت كوفر بس بتنصحيهم ان هم يعملوا كنتور وهم خارجين الصور؟ لا خالص لا 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 تماما وعلى فكرة اصلا هو كنتور عمتا دلوقتي الناس كلها واغداموا ده هو فيه ناس بتبقاش محتاجوا كنتور اصلا يعني فيه فاس بيبقى مزبوط مش محتاج كنتور ليه حطوله كنتور بس فيه ناس خلاص هي فاهمة حافظة مش فاهمة فيه ناس عايزة تحط كل حاجة بتنزل موضة وخلاص بزرط كده وده ما يدفعش طبعا انا دلوقتي حطت لها الفونديشن اللايت كوفر انتي بتحطي فونديشن فوق العين؟ لا خالص بجيش عند العين تماما بالفونديشن بحط لها بس على الوش العين بس بحط لها كونسيلر تمام وطبعا برضو بقول ان الكنسيلر اللي بنزل بيه الصبح بيبقى على بيج ما بيبقاش ابيض وبحط الكنسيلر قبل البسي قبل الجفن فيه ناس بشوفها بتحط الكنسيلر تحت الرمش على طول طبعا ده غلط سمر قوليلي كده وانتي بتحطي لها بتوزع الكنسيلر والحاجات دي قوليلي ازاي اختار ميكب ارتست اروح اعمل عندها ميكب يعني بسي وبقى حاسة ان يعني قصق فيها ازاي ان هي تعمل لي حاجة كويسة وبقى راضي عنها وبقى راضي عن الميكب اللي هي تعمله لي بسي عايز اقولك على حاجة الموضوع ده بقى صعب شوية لسبب فيه ناس دلوقتي للأسف الفوتوغرافر بيعملوا صور من اول وجديد كميكب وكشكل حتى لون الشعر بيغيروا فان انا اخد بالصور ده انا بقتش انصح بي لأ انا ممكن استأذن الميكب ارتست طب انتي بعتيلي صور ابقى فاهمة انها من غير ايدت او ان انا رح لها البيوتي سنتر اشوف اشوف حد فعلا عروسة طلع من عندها ده بجدر ان دلوقتي الموضوع ده بقى او حد بقى طبعا بيبقى سمعيته فعلا وبيعملش ايدت ومعروف انه بيعمل ايدت لان الموضوع ده بيعمل مشاكل كتير طبعا السوشيال ميديا دلوقتي هي بتسيبش حد تقولك بمعروفين بالاسامي مين بيعمل ايدت للسور طبعا دي مش امانة يعني هي ممكن حتى كمان تروح قبل المناسبة بتاعتها طبعا تعملها تست وتعملها تست والناس كلها دلوقتي اليوتيوب يعني الناس كلها عارفة اسامي المتاريال سمر طب انتي بتعملي تست لو حد مثلا جي قالك انا عايزة احجز معاك ميكوب زفاف بس عايزة عمل تست قبلها اه ممكن اعمل لها تست بس تست بسيط جدا طبش اعمل لها مش اعمل لها فول ميكوب يعني بس ده الحساب بقى لما بتيجي تحاسب معاك بيختلف طبعا لا بيختلف طبعا لان هي يعني بتاخد طبعا المتاريال والمتاريال انتي بتبقي جايبة غالية عشان كده اصلا انا بقول اي ميكوب ارتست ما ينفعش يبقى في شنطتي حاجة هاي كوبي ولا كوبي ميكوب ارتست يعني لازم يبقى في شنطتي كل الحاجة اللي فيها هاي اند دراج ستور ام انتي كده بقى بتحطي الميرا ايه؟ انا كده حطيت الفونديشن كده بحطت الكنسيلر بطب طب ما ينفعش في اي حال من الاحوال وانا بحط ميكوب ان انا اشد او اسحة بالبيوتي بلندر شغلي كله طب طبا وبلندي الحاجات دي كلها طبعا اللي بيجوا ياخدوا عندكو كورسات وكده بتعلميهم كل الحاجات دي بالخطوات صح؟ طبعا بالخطوات بتعملي عليها الحاجات دي قدامهم؟ اه وبفضل طبعا اعيد وزيد الخطوات دي مليون مرة يعني اسألي ميرا لغاية ما يزهقوا لازم افضل اعيد وزيدة عشان لازم طيب فيه بقى غلطة كبيرة قوي بيعملوها ان هما ممكن يثبتوا فيه كومباكت باودر وفيه لوس باودر طبعا يعني بلاش الكمباكت باودر الصبح عمتا انا بحبهاش لقناها تقيلة الكمباكت باودر اللي هي البودرة المضغوطة انا بحبهاش الصبح اللوس باودر بتبقى حاجة خفيفة حاجة خفيفة جدا طبعا فيه ناس دلوقتي عاملة بتقولك اجيب بودرة اطفال وحطها على وشي او انا سمعتها كتير لا خالص طبعا انا مش مع الموضوع ده تماما بعمل ايه بجيب يعني خفيف جدا على الفورشة وبتدي سبت لها الفونديشن اللي انا حطيته عشان يبقى بينا ان هي حاجة طبيعية حاجة خفيفة لا انا لو ما حطتش اللوس باودر الفونديشن طبيعي جدا هي اكسد هي اكسد لونه هيتغير وهيتحرك وارجع واقول طبعا الفونديشن لايت كوفر مش عشان ما ازيش البشرة وطبعا قبل الفونديشن بابقى حطة كريم ترتيب ولو نزل الصبح هابقى حطة سان بلوك هو السان بلوك ممكن يتحط قبل الفونديشن طبعا بس بتسيبي طبعا كل حاجة فترة تاخد وشك يتشربها على قلع عشر دقائق طيب مبقرد ما حطت الفونديشن ما ينفعش هند احط ايدي على بشرتها طب اعمل ايه؟ لازم احط دي في ايدي عشان انا طبيعي غزب عني ايدي هتيجي على وشها ما ينفعش ايدي تلزق طب ابتدي اعمل اي شادو الشادو بتاعي هاخدو بجات خفيفة جدا الوان خفيفة وانا بحط الشادو لازم اتاب الفرشة كده عشان ما اخدش الماتيريال بتاعتي وتنزل على بقية الوش ما يبقاش فيها الزيادة وابتدي بحركة دائرية اعمل الشادو بتاعي طبعا الميكاب السمر بتعمله دلوقتي ده للبنات المبتدئين واللي بينزلوا بيروحوا شغل او جامعة الصبح واحب افكركم ان الارقام بتاعت اكاديمية خطوة القدام معانا على الشاشة اللي عاوز ياخد كورس ويقدم معاهم هتستفيدوا جدا لان ميرا كمان استفادت طبعا انا بحط لون بيج ممكن يكون هو مش متشاف بالنسبة للناس ممكن انزل اغمه في معلومة هقولها للناس اللي بتستخدم الميكاب طيب اي فرش بتبقى اسمها فرش فلافي دي للدمج طول ما انا بدمج من فوق لتحت ببقى نستخدمها الفلافي الكبيرة كل ما انزل بالفرشة يا هندل تحت لازم استخدم الفرشة الفلافي الاصغر كل ما غمق اللون اصغر الفرشة اهه بصي انا بحط لها تحيسي ان هو طبعا ماينفعش حط لون شمر تماما شمر ده يعني فيه لمعة وانا نزل للصبح ماينفعش بتحطي الحاجات اللي هي المط اه مط مفيش يعني طبعا مش هنركب رموش مع ان ميرا اكيد نفسها نركب رموش مش هركب رموش انت شكرا كنت عايزة تعملي ميكاب سوري في طبعا ناس تقول ايه طيب بالنسبة ان انا هحط لها دلوقتي مسكرا طب مش هتركب رموش طبعا فريدين رموش هصغيرها اهه انا مش بحب خالص والحاجات اللي طلع دي حتى لو رموش هصغيرها هجيب مسكرا تبقى غالية وتقل الرموش وتدي كسافة اكتر طبعا انا هتدي حط لها المسكرا تمام انت كده ايشادو خلاص صح حاطتي حاجة خفيفة خالص بينا ان هي طبيعية طيب البنات اللي بترسم حواجبها بقى رسمة تحس ان هي جابت قلم في لوموتر بالزفت من الاول انا استخدم القلم طبعا البديل بتاع القلم فيه جل اللي هو جل انستازيا اه ده حلو جدا ده طبعا رائع بس انا ده يعني مناسبة اوكي لكن مش للجامع خالص انا ممكن لو عايزة اعمل حاجة ازود الفراغات بقى باودر بسيط قوي طب الجل احسن ولا البودر للاستخدام اليومي لا بودر لو هستخدمه كل يوم طب وفيه مسكرة تلعت جديدة برضو بيحطوا مسكرة اللي هي بتاع الحواجب مسكرة الحواجب انا هحطها لها دلوقتي ممكن تجيب مسكرة ودي تبقى افضل من البودر وافضل من الجل كمان بس مسكرة طبعا ارجع وقول بلاش الانواع الرخيصة لان الانواع الرخيصة برضو هتوقع لها شعرة طبعا ازاي اختار لون المسكرة بتاع الحواجبي باختارها حسب لون شعري ما ينفعش بقى شعري مثلا اصفر وحط المسكرة سودة اوه بدائي جدا من البنات في الافراح اللي بيروحوا يعملوا لون شعرهم يبقى شعرهم مثلا سبغين واصفر وحواجبهم سودة بيستفزوني جدا انا اساسا بنت في الجامعة لسه زغيرة بنت محتاجة تحط حاجات سمبل اوه كنت مغسل واش وانزل الجامعة خلا طيب عايز اسألك برضو على حاجة مهمة يا سمر فضل يا اوه دلوقتي في ممكن واحدة تروح عند ميكوب ارتت تعمل لها ميكوب التاني يوم مثلا تحس ان فيه في الجلد جالها مثلا احمرار او ان هي الجلد بتاعها بقى يحرقها مشاكل جلدية وحاجات زي كده طبعا ده ممكن يبقى سبب ايه هل ممكن ان هي ما بتنظفش مثلا الحاجات بتاعتها الادوات بتاعتها اللي بتعمل بها ميكوب ده اكيد طبعا يعني حتى سألي ميرا ده كان جزء من النظري بتاعنا لازم ان يعني اننا النظافة دي عايز اقولك فيه ناس كمان بيتعملهم اواضي بسبب الموضوع ده يعني الحاجات دي لازم تتنظف كويس جدا طب تتنظف ازاي اولا انا ماينفعش بقى معي مثلا اتنين موديل واستغدهم لهم نفس البيوتي بلندر اوه انا الاول بس قبل ما مخلص جزء العين انا حطيت من الشادو اللي حطيته فوق العين حطيته تحت العين يديني ضايق طبعا مش هينفع احط الميرا كحل جوه عنيها اسود لان عنيها قردي ديعة فمش واسعة بالدرجة وانا مش بحب الصبح ان احط اسود يعني بحس ان هو بالليل اكتر ممكن لو عايز احط ممكن احط بني او احط ابيض او نود الالوان دي لكن مش اسود خالص الالوان الفتحة طبعا بشد عنيها انت كنت بتقولي ان انت بقى بتنظافي الادوات بتاعتك اللي بتستخدميها مع بالزبط كده اللي بستخدمها ازاي بنظافها البيوتي بلندر لازم على الاقل حتى لو انا هبتدي مثلا معايا اتنين بيوتي بلندر اوكي هستخدمهم بعد ما استخدمهم للموديل ولو هستخدم لحد تاني او عروسة او اي حد تاني تاني يوم بجيب البيوتي بلندر بتاعتي بحطها في مية ومعاها شاور جل في المية ومعاها مطهر محلول موجود في السيداليات اسمه سيتيال المطهر مع الشاور جل مع المية ادخله من الكرويف وتخليه يسخن المية تبقى سخنة جدا وتسيبيها بعد كده بتجبيه البيوتي بلندر بتغسليها تحت الصابون بتفضلي تدعكي فيها جامد بعد ما بتدعكيها جامد بتروح يشطفها بعد ما بشطفها بسيبها تنشف كويس قوي على فوت قطن لحد ما تنشف جامد لان لو فيها لسه مية هتعمل ريحة مش هلوة طبعا الفرش برضو نفس الشيء نفس اللي انا بقوله الفرش منفشنقها في مية الفرش بمشيها على حاجة خشنة تبقى مخصصة للفرش على حاجة خشنة عليها صابون وعليها المطهر واسيبها برضو تنشف وبعد ما بشطفها كويس قوي اسيبها تنشف طبعا فيه ناس ما بتهتمش بالحاجات دي للأسف بتقذي بشرة اي كلينت بتعامل معي احنا ممكن وانتي بتعملي ميكب كده ناخد كم صورة من الشغل اللي انتي عملتين اوكي كده الميكب فاضل في كتير لا لا خالص مش فاضل في كتير انا بعمل روش بسيط سيمبل جدا للصبح بينك هقولي على اختراح حلوة قوي برضو للبنات اللي بتبقى عايزة نزل الصبح يزوي الشيء احمر مورد كلكم اساسا كلهم كده دلوقتي يبان طبيعي طبيعي طيب ممكن بقى بدل ما احط بلشر الصبح في دلوقتي التنت بس تنت الحلو غالي طيب ممكن انتي حتى لو مش عندك تنت بالروش كده اهو وعملوا بالبيوتي بلندر دايبا طبيعي اكتر وهيبان ثابت كمان عشان هما طبعا عايزين يقضوا اليوم في الكلية زي ميرا كده فتقضي اليوم في الكلية ووشها مورد مهم كده انا خلصت لميرا الميكاوب بتاع الجامعة تمام استبدالي باين انه هو طبيعي جدا ومش حطه حاجات كتير كمان بالزبط كده طبعا في ناس بسمع غريبة جدا تقولي انا بحط برايمر طبعا البرايمر ده علميا المفروض ما استخدمهوش البرايمر ده الاول الناس فيه ناس ما تعرفوش البرايمر ده بيستخدم عشان لو البشرة دهنية قوي او البشرة هتعرق ما تبوزدش الميكاوب احنا معنا صور شغلك او ده انا عمدالها موديل ده طبعا من داخل الاكاديمية ده شغلي من داخل الاكاديمية دي موديل انا كنت عاملة عليها وبرضو موديل كنت عاملة لهم لوكات دايما اخر يوم احنا متعودين نصور دي الفنانة هند عاكف كانت معايا برضو بس مش في الاكاديمية طبعا كنا بنصور ده كان برا ده كان لوك رأس السنة كريسمس وعايز اقولك في صفحة اسمها يوميات ميكاوب ارتست فوس تريب اللوك او انت بقى جنب الميكاوب بتعملي حنة صح؟ الحنة عايش ايه انا شايفة او عندك الحنة انا اساسا كنتش عايشة في مصر انا كنت عايشة في البحرين طبعا الخليج معروف عنهم الحنة فنانين فتعلمتها في البحرين متعلمتها في مصر فاكده انت متعلم حاجة متعلم حاجة واوة بالزبط كده متعلمها هناك فبحب اعملها لنفسي يعني الاقي نفسي فاضي حيث ان اعايز ارفها عن نفسي بعد الحنة فبعمل الحنة اه بعلمها لهم طبعا في الاكاديمية من ضمن الكورسات برضو؟ احنا مع كورس الميكاوب بندهم هدية لف طرح عرائس وحنة طبعا اصلا يعني حتى ما بيقوش مصدقين لان لف الكورس بتاع لف الطرح ده اصلا غالي برا فانا بعلمهم لف طرح عرائس وحنة وطبعا اللي بيبقى برضو في حاجة في الكورس هو مش فاهمها بيرجع لي تاني وبيتصل بي في بنات كتير وعايزوا اقولك فيه ناس كبتاخد معي كورسز من سنتين لحد النهاردة بيكلموني وبيجوا بياخدوا رأيي يا ميسي احنا عندنا عروسة ما عرفش وشها عمل كده يعني وشها في تفوق بيستفيدوا منك برضو؟ وانا لو فيه حاجة طبعا ببعتها بيفضل فيه جروب بتعمل مع اول يوم دخول للاكاديمية فيه جروب بتعمل بيفضل الجروب ده ما بتقفلش يعني الوقت معك يجري بسرعة جدا يا صمر معقولة كان نفسي بقى الوقت اكتر من كده بس قبل ما نخسم عايزاك تقولي للبنات اللي بيتابعونا على شوية نصايح يعملوها طيب مبدأين كده وانتي نزلة الصبح بلاش تحطي ميكوب حطي يعني كريم او فوندشن بي بي ده بيبقى فيه خمس حاجات اللي انتي عاوزهم عاوزة تغطية وفيه اس بي اف طبعا عشان الشمس عاوزة يدي لون للبشرة فالافضل ان يبقى فوندشن بي بي بلاش الحاجات الالوان البينكات والموف والالوان دي مش صباحية خالص يعني يخليكي في الالوان الترابية الصبح بلاش الايلان كتير مع الشمس الايلان كتير مع الشمس بيأزي العين برضو اهتمي جدا من بدري من وانتي في الجامعة مع روتيني اليومي لبشرتك هيفرق جدا والسكراب والحاجات اللي احنا قلنا عليها وزي ما بتهتمي ببشرتك اهتمي بيديكي انتي نورتيني جدا النهاردة سعيدة جدا وانا استفدت منك كتير واكيد البنات اللي بيتابعونا استفادوا منك واللك اللي انت عملتيه حلو والموديل اصلا امر هتنورتوني جدا وان شاء الله يبقى فيه حلقات تانية كتير مشاهدينا وبكده تكون خلصة حلقتنا آآ واتمنى انتوا تكونوا استفدتوا واستنونا في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة